اهلا بكم يا رب كلكم تكونوا بخير هنعمل النهاردة وجبة لذيذة وسريعة جدا متكاملة من غير لا لحمة ولا فراخ كلها في حلة واحدة انا اسمي ايمان ياريت لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا فيها وتدوسوا على الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم اي فيديو جديد بنزله وياريت كمان ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو ويلا بينا نبتدي ونقول بسم الله هنستعمل في الاول كوباية من العدس بجبة او العدس الاصمر هتبقى الكوباية طبعا بتاعت العدس دي متنقية ونضيفة هننقعها في مياه سخنة مغلية لمدة تقريبا نص ساعة هنسيبها بس كده على جنب نص ساعة لجاية ما نكمل بقية المكونات ممكن برضو ان احنا لو مش عايزين نستعمل العدس ممكن نحط بداله اي نوع تاني من انواع البكوليات زي مثلا الحمص بس يبقى مسلوق بسلة مسلوقة فصولية بيضة مسلوقة لبيا مسلوقة اي حاجة من انواع البكوليات لانها معروفة طبعا ان هي مغزية جدا وغنية بالبروتين بعد كده هنجيب بقى الحلة اللي احنا هنعمل فيها هنحط فيها شوية من الزيت وبعدين هنحط المكارونا اي نوع مكارونا بتحبوه ممكن نستعمل مكارونا قلم مكارونا اسباجيتي اي حاجة بعد كده هنحط بقى الخضر اللي احنا عايزين انا حطيت هنا فلفل اخضر متقطع وبصلة متقطعة مقعبات صغيرة ومعاها كمان طماطم متقطعة مقعبات صغيرة بعد كده كمان استعملت فلفل الوان فلفل احمر وفلفل الاصفر ممكن نضيف عليهم اي نوع بقى خضار عايزين تحطوا زيتون عايزين تحطوا كتعة لانشون اي حاجة انتوا عايزين هحطوها انا استعملت هنا بقى بقيت العادس لما صفيته خدت وحطيته وبعاها هنفص من الطوم المفروم ومعاها هنم علقتين اتنين كبار مليانين من الصلصة ولو بتحبوا المكارونا الصلصة بتاعتها تقيلة ممكن تحطوا اكتر من كده معاها دي كده بقى هنحط معلقة صغيرة من الملح ورشة من الفلفل الاسود وعلشان العادسة هنحط شوية من الكمون ومعاها معلقة صغيرة من الزعتر ومكعب من المرأ وده طبعا اختياري ورشة صغيرة من السكر عشان الصلصة بتعادل الحمودة بتاعتها وبعدين هنحط معلقتين اتنين كبار كده من الزيت على الوش وهنجيب مياه لازم تبقى المياه بتجلي وهنحطها على المكارونا ويدوب تبقى عند اول سطح المكارونا منزودش اوي في المياه عشان ما تعجنش المكارونا بعد كده هنقلب بقى كله مع بعضه وهناخدها ونغطيها ونحطها على نار عالية لمدة تقريبا خمس دقايق وبعد كده بعد مرور الخمس دقايق هنوطي عليها النار كده بعد مرور اول خمس دقايق على النار العالية هنوطي عليها النار بقى خالص ونسيبها كمان خمس دقايق كده خلاص بقت جهزة بعد مرور العشر دقايق كاملة بقت جهزة معانا هي في منتهى الجمال راحتها حلوة قوي وطعمها جميل والمكارونة مش معجنة ولا حاجة بالعكس بتبقى مفلفلة كده وحلوة وبعدين طبق متكامل وسهل ولذيذ وزي ما شفته سريع جدا ما بياخدش اي وقت ممكن تحطه فيه اي مكون انتو عايزينه اي خضار انتو عايزينه اي حاجة وفي الاخر بيطلع معانا وجبة جميلة ولذيذة وسهلة وسريعة يارب يكون عجبكم الفيديو وياريت تقولولي رأيكم في التعليقات وقولوكم بقى مع السلامة واشوفكم ان شاء الله المرة الجاية